الناقض الرياضي والكاتب الصحفي مباشرة بالتأكيد من خلال فقرة سكايب على شاشة قناة الآلي في برنامج الترين الناقض الرياضي والكاتب الصحفي ودائما المسمى لي على السوشيال ميديا محبوب جماهير النادي الآلي على الأستاذ أسامة السويسي أستاذ أسامة برحب بك على شاشة الآلي ومنور بيتك أهلا بيك محمد أهلا بيك وكل المشاهدين وكرام أهلا بيك سعيد أن أنا أقول لنا معك لمرة تانية خلال وقت مصير على شاشة البيت الكبير بيتنا الكبير بيت النادي البيت كل الأهلوية أهلا بيك وسعيد أن احنا هنكون مع جمهورنا الحبيب في فقرة التريند والله إنه في برنامج التريند اللي ما شاء الله بقاله أرضية كبيرة جدا من وسط جمهورنا جدا أكيد طبعا إحنا في النهاية بنشتغل لخدمة جمهور الأهلي وجمهور النادي الأهلي قادر إنه هو ينجح أي شيء متعلق بالنادي الأهلي في الفترة الجاء أولا الحمد لله على سلامتك إحنا النهاردة حابنا تكون معنا صوت صورة عشان نطمن كل جمهورك على السوشيال ميديا وأنا عارف إصابة يعني في مباراوة دي وإنت مرتدي تشيرت الأهلي لكن شفت بقى الفترة دي السوشيال ميديا تتعامل إزاي مع الأحداث ورصدت إزاي متابعة الناس للأحداث داخل النادي الأهلي أولا متشكر ليه جدا والنهاردة الحمد لله أنا كويس بخير النهاردة أول مرة هطلع أتكلم يعني وأخذ راحتي لأنه طبعا ما ينفعش تقلل الأهلي لأهلي الأهلي تعودنا كده دايما لما بيقول عاوز حاجة بيتقلوا حاضره بس بص في غياب الجمهور عن المدرجات والملاعب لمدة 8 سنين خلى السوشيال ميديا لها دور مهم في التعبير عن رأي الجمهور من خلال التواصل الاجتماعي اللي ليه دور مش بس على المنظومة الرياضية ولكن على كافة أشكال الحياة وتحديدا المنظومة الكروية في مصر للأسف الشديد بعض الناس استغلت الكلام ده بشكل سيء عملت لجال وعملت غرض وعملت حسابات فيك كتير كل هدفها الهجوم على المنافس والنيل منه والتشهير به لدرجة الأسبوع اللي فات تحديدا الأسبوع اللي فات تم غلقه حسابات أهلوية كبيرة جدا لجمهور أهلاوي مخلص بدافع عن الكيان بكل مقوط يا من قوة الأسباب إيه؟ للأسف أسباب مجهولة كمان شفنا هاشتاجات بتطلع من وسط الجمهور بتختفي بشكل مريب على النقيد تماما هاشتاجات تانية بتطلع واضح أن هي مدفوعة الأجر واضح أن هي لها تأثير بس الحمد لله الحمد لله علشان جمهور الأهلي وفاعدة العريضة من جمهور الأهلي تيقنت تماما وأصبحت عرفة أبعاد المخطط اللي بينفذ على النادي الأهلي اللي هو بقالنا أربع سنين بتكلم فيه كل الهدف تحويل النادي الأهلي إلى نادي استثماري تجاري من خلال كسره رياضيا وجمهوريا وده واضح لكل ولما لو النادي الأهلي صامر لأنه عنده أسس وسوابت ومبادئ ماشي عليها وبيطبق كل حاجة بشكل منطقي وصريح وأكاد يكون النادي المحترف الأول في القرى الأفريقية دلوقتي بقى الهدف واضح جدا الهدف واضح جدا هو أن الفريق يكشل في البطولة الأفريقية علشان الناس تتقلب على الإدارة وتتقلب على الفريق ويحصل فجوة بينه وبين الجمهور وكلنا مازلنا فاكرين جملة شهيرة جدا بتقالي الجملة كلنا عارفينها ومعدنا في الانتخابات الجاية إن شاء الله بإذن الله ما فيش أي هز ثقة والناس كلها تبقى مركزها في المشوار المحلي والإفريقين ده الهدف الأساسي بالنسبة للجميع داخل النادي الأهلي طيب بشكل عام الأهلي الحمد لله ماشي الدوري بشكل جيد وعمل نتاج مطمئنة عشان تحسن بالمسابقة مبكرا وعنده استعداد لإفريقيا وفي نفس الوقت البعض ممكن يكون عايز صدر أخبار أو معلومات مغلوطة السوشيال ميديا أستاذ أسامة شايف يعني الحمد لله الناس أصبح عندها وعي وإدراك بشكل كبير جدا إن النادي الأهلي عنده أهداف لازم ينجح فيها فما بتروحش مع التوجهات أو ما بتروحش مع الاتجاهات اللي دايما عايزة تصدر أزمات أو تهز صقة الجماهير في الفريق أو في اللاعبين بالنسبة للفترة اللي جاية زي ما قلت لك الجمهور النادي الأهلي الحمد لله الغالبية العظمى بتاعته بقى عندها وعي شديد جدا بالدليل إن احنا من إمبارح الحديث كله متركز على شخص واحد بس هو محمول كهرباء من إمبارح لغاية اللحظة اللي أنت تتكلمني والإنترو اللي أنت عملته بالمناسبة رائع جدا حط الماءت فوق الحروف الكلام من إمبارح دي حقيقة الكلام من إمبارح على كهرباء بخصوص الشكوى اللي رفعها للفيفا واللي أوقفت تطبيق الغرامة المالية أن كان حصل عليها أنادي الزمالك تمام؟ مظبوط النهاردة من الصبح كانت الحديث على كهرباء بخصوص الضغوط اللي بتعرض لها عشان يشحب الشكوى لأن الشكوى هتديه الناس كتير هتديه الناس كتير في مصر وهتكشف أوراق كتير مش هنسبة الأحياس خليها مفاجآت يا زو السام خليها ما يجي وقتها إن شاء الله إن شاء الرحمن بإذن الله لكن فجأنا أن طبعا الكلام كله تحول في اتجاه آخر اتجاه المشكلة اللي حصلت بينه وبين محمد الشناوي ولأن بعض الناس بتحاول تضخم الأمور بشكل غير طبيعي وعلشان كده بحيي جهاز الكرة في النادي الأقلي إنه اتخذ العقوبة وأعلنها وبحييي كهرباء أن يتقبل العقوبة وأعتقد إن ده درس مهم جدا وعلى فكرة علشان الناس بس ما تبقاش مخدودة والناس تقول مبلغ كبير والناس تقول من كام سنة لو رجعنا الورق أبو تريكا أمير القلوب الماجيكو خد عقوبة نصف مليون جنيه من سيد عبد الحفيز برضا فمش عايز الناس تتعامل لا إحنا عندنا أسس وصوابت وقواعد اللي بيغلط بيتعاقب وما عندناش مشكلة ما بنتفنش راسنا في الرمل لكن بنتلع وبقول فلان غلط وتوقعت عليها قوبة صفحة وقفناها ونفكر في اللي جاي الجميل بقى في الموضوع إنه محدش بيتكلم عن الآخرين محدش بيتكلم عن أي حاجة تخص الناس التانية يعني كلنا شفنا معلش رئيس نادي منافس بيقول إن النادي الأهل اتعرض للضربات زي الضربات الجوية في حرب اكتوبر ده قال كده فيديو صوت وصورة وقال طلع منه عبدالله السعيد وبعدين حسام عشور وشريف إكرامي وإحمد حدحي ورمضان صبحي وكده أعمدة العمارة بتقع فبالتالي العمارة هتقع حد تكلم في الموضوع ده حد تناول الموضوع ده هو الكلام دايما يا سوسامة بيحاولوا بيحاولوا يصدروا للسوشيال ميديا إنه في مشاكل عشان الناس تاخد الكلام وتبدأ تردده لكن الناس عصبع عندها وعي وعلى فكرة ودايما هنكون مختلفين مش هنردد نفس الكلام ونعمل نفس رد الفعل بالنسبة لأي تجاه أخر اللي احنا دايما مركزين لمصلحة القرى المصرية ومصلحة النادي الأهل بالضبط إطلاقاً وعلشان كده ده هو سر نجاح النادي الأهل النادي الأهل بيفكر في مشاكله بيفكر لقدام ما بيتوقفش وما بينظرش الآخرين لكن أنا بكلمك على الكلب المكيلين في الإعلام يعني حاجة زي كده ده اعتراف ان انت مشارك في المخطط لما تتكلم على النادي الأهل ما حدش هينتقد تصرحات زي دي ما هو ده يعني مثلاً بعد ماتش القمة لقينا نفس الناس دي بتتكلم في الفار وان الفار لو كان موجود في الدور الأول كان الواضح هيختلف وما كانش الأهل فرق الفرق الكبير ده يا سيدي طب أنا عايزك تحسب كم نقطة خدتها ومجاب وما كان الفار موجود فعلاً في الدور الأول الدوري كان زمان فيه فرق بتنافس على الهبوض دلوقتي حقيقاً من دوامة الهبوض حقيقاً حقيقاً حصل عضربات جزاء غير سليمة ولولا البار ما كانش تحسبت حتى ما في الدوري التاني حتى في الكروت الصفرة والحمرة دي حاجات كتير قوي مش أقل من ثلاثة وعشرين نقطة وللأسف الشديد ان البار لغاية دلوقتي لسه بقوة المصيادة آه ما بيتطبقش صحح مش هذا بيطلع من المصيادة ما بيتطبقش صح وكمان مش ما بيتطبقش صح لا لأن المسؤول عنه بشر والبشر بيغلط والبشر عنده ميود والبشر عنده نفس والبشر عمره بالسوق أحياناً لكن 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 المدهش في الموضوع أنك انت تلاقي خبراء تحكين في الاستوديوهات بيجدلوا وبيقولوا حاجات غلط حاجات ما لهاش علاقة ببروتوكول تطبيق تقنية الفيديو الحاجة من مساعد يعني اللي كل الناس عارفها أن هي أربع حالات هدف غير هدف ضرب الجزاء مش ضرب الجزاء الإنذار التاني أو الطرد بطقة الحمراء وليست الإنذار التاني يعني الطرد واضحة وضوح شديد ولو ما حدش قرار بالطرد ولو ما حدش قرار بالطرد ما يفعش تديه إنذار تاني أو إنذار يعني كل الناس قالت لك لا هذا أصله بريم يونس دين عنده حق لما شاف اللعبة طب ما هو في الأساس يا سيدي شافها وما حسبهاش فاول أصلا كمل وما حسبهاش فاول أصلا يعني هو كانت العينية شافت إنه ما فيش إنه تدخل عادي وعادل جدا بين ديانج وبين إسلام رشدي طيب أصلي سمع أه تفضل أه اللي أنا عايز أقوله لك إن المسألة مش وقفة لحد كده يعني إحنا بنتناقش في قضايا وحاجات غريبة جدا يعني بعد ما انتهينا بالموضوع الشبكة المقفولة والشبكة المفتوحة والجن والعفريت والسحر والشعوزة والكلام التافه اللي ملوش علاقة لا بالمنطق ولا بالعقم ولا بالدين ولا بالكورة دلوقتي بنتكلم في ألوان التيشيرتات اللي بيبسها المدربين واش مانا المدربين ليه فيرال ليه صبيب وليه كانت الحلم ليه بس أحمر بس هو بيتي يعني بس فراج يعني ماشي بغض النظر بغض النظر عن الأسماء يعني هو هل طب يا سيدي تم هو فيلر في ماتش الأهل والزمان الكلاب صبيب هي دي حدوتة وانا عادي وانا عادي وانا عادي أقول لك انت ليه تبقى هو اللون الأحمر مدايئة للدراجة دي راينر هولمان كان داما بلبس أمي صبيبت في مورات الأهلي واكيد حضرت هولمان ومدربين كتير ومدربين كتير حدش كان بيبقى ومدربين كتير ومدربين كتير وهارس قبله وفايتسا قبله وبعدهم راينر تسوبل وبعدهم يعني المسألة مفروض ان احنا ارقى من كده وارقى من الموضوع ده يعني من خلال كله عايز يرقى كله عايز يرقى بالترند كله عايز يرقى بالترند ما هو الترند للأسف لما تركوب شكل موسيق دي ما بتبقاش حاجة كويسة بتبقى حاجة معيبة لاني زي ما بقولك الناس بتضحك علينا بقولك الألام المصري يبقى عنده فراغ للأسف انه هو يناقش ألوان الألوان الأنصام بتاعت المدربين طيب آخر حاجة ستوسام عشان وقتين الأسف بيجري بسرعة ايه رأيك في كرة التلج اللي تصدرت مبارح على السوشيال ميديا بفكرة عشرين اكتوبر وآخر معد والموضوع أصلا سهل لو حد فتح اللواح وبص يلاقي ان التواريخ دي عشان التصنيف لشان حاجة تانية بص الهدف اللي انا قرأته من الموضوع دوت ان تحصل مشكلة وان الناس كلها تتكلم وتقول أصل فيه عركة وفيه أزمة والجبلية هتتورط وبعدين ييجي الفارس الهمام على الحصان لبيض يروح مخلوس الدنيا ويطلع ويقول لك انا اتدخلت وانا عملت وانا عتويت والناس كلها تهلل وتسقف وتقول ماشاء الله الراجل دوت هو فعلا الراجل صحيح ولازم يرجع او هو حتى في نادي او في نادي عايز اسبت وجه نظر ان الدور ما كانش يكمل لكن الموضوع مش كده او مثلا او مثلا بالناس اللي عادت تحلف واقسمت وبأغلز الايمان ان الدور مش راجعة بالظل وحتى لما الحكومة طررت هجم الحكومة نفسها يعني هو هل ده من المنطق وهل ده من المعقول باختصار شديد علشان برضو نوضح نوضح الصورة للناس باختصار شديد القصة كلها في التصنيف التصنيف هتبعد سين صاد عين ها هتبعد سين صاد عين المسألة محسومة عندك نادي واحد هو في التصنيف الاول مش يلعب الادوار التمهيدية اللي هو النادي الاهلي اي اسم بعد كده هيدخل الادوار التمهيدية يبعطوا حروف بقى وارقام وانت وشايف تتباهت زي يعني انت وراحتك بالظبط ومنتهى ومنتهى البساطة وكل الناس عارفة ان الرقم واحد في مصر هو النادي الاهلي وان الرقم واحد في افريقيا هو النادي الاهلي لغاية دلوقتي سواء في القرن اللي فات او القرن ده بغض النظر عن اليوفق وعن الفانكوش هي بالارقام مش بالبطولات انا بشكرك شكرا جزيلا ان اوارتني وشرفتني اوارتني